خيلاً لك مطور لعب مشهورة مثل كراش وبنفس الوقت تحب ألعاب ثانية مشهورة مثل ماريو لكن ما تقدر تمدح هذه اللعبة المنافسة بشكل مباشر عشان كذا نشوف دائماً مطورين يحطون رسائل حب خفية داخل ألعابهم فاليوم بنستعرض لكم بعض هذه الألعاب والرسائل الخفية اللي ما توقعون تشوفونها بس قبل ما نبدأ حبينا نقول لكم بأن هذا الفيديو برعاية زين أسرع اتصال 5G للألعاب في المملكة اللي يوصل إلى أقل بنج ممكن مع العاب مثل فيفا وفورتنايت حسب نتائج جيم مود والآن خلينا نتكلم عن أول لعبة معنا اللي هي زلدة في كولوف دوتي لعبة أسطورة زلدة غنية عن التعريف وتكلمنا عنها كثير في قناتنا وطبعاً هي من نوع الأكشن أر بي جي وأيضاً لعبة كولوف دوتي غنية عن التعريف وتكلمنا أيضاً كثير في قناتنا عنها وهي لعبة تصويب المنظور الأول وطبعاً ما في أي تشابه أو علاقة بين اللعبتين أبداً فكيف زلدة تواجدت في لعبة كولوف دوتي؟ أنا أقول لكم في لعبة كولوف دوتي غوست في مكان كبير مثل المكتب وفي طاولة عليها صورة بنت وكأس تكريم لاحظتوا شيء؟ كأس التكريم على شكل العملة النقدية في ألعاب زلدة أو الروبي ولما تقرأ المكتوب على كأس التكريم تتأكد أنهم يقصدون شخصية لينك من نعبة زلدة لأن مكتوب جائزة أكثر عشاب تقطعت وأكثر جرات تكسرت طبعاً ما فيه إلا لينك يقطع العشاب ويكسر الجرات في الألعاب أساسنس كريد في لعبة ويتشر 3 لعبة أساسنس كريد من أشهر سلاسل للعاب عند شركة يوبسوفت وهي اللي وضعت الأسس واخترعت فكرة الأبراج فيها وسلسلة The Witcher اشتهرت من بعد الجزء الثالث اللي كثير لعبها وحبها خصوصاً أنه كان فيها تعريب مصوص وقوائم وطبعاً شهرتها امتدت وصار لها مسلسل في نتفلكس ناجح والموسم الثاني جاي في الطريق اللعبتين بينهم تشابه لأن الثلين هم ألعاب عالم مفتوح واستكشاف ولكن في لعبة The Witcher 2 راح تلقى جثة طائحة على عربة من القش ولابس ملابس الأساسنس وتسمع غيرلت يقول لما يقرب ما في فايدة ما يتعلمون طبعاً يستهزئ من شخصية الطائر وأنها قفز من فوق ومات لعبة ماينكرافت هي Borderlands ما في لعبة اشتهرت وباعت بالشكل اللي باعته واشتهرت فيه لعبة ماينكرافت هي بدأت من مطورين ناشئين وبعد سنين من التطوير اللعبة صارت من أكثر للعاب المعروفة عالمياً لدرجة أن مايكروسوفت اشترى فريق التطوير واللعبة لازالت تنباع على جميع الأجهزة لعبة Borderlands هي لعبة تصويب من المنظور الأول من اسلوب كرتوني وكوميدي وفيها عالم مفتوح وصدر لها ثلاث أجزاء رئيسية وجزء فرعي في بوردر لانستور نحصل مكان داخل جبل وفيه منجم مسدود بنوع من الحصة شكله مألوف ولما تكسر الحصيان رح تدخلي لعالم ماينكرافت وتلقى فيها نواع الصخور وأهم شيء الوحوش مثل الكريبرز اللي في ماينكرافت واللي ضحك إنها نفس رسوم لعبة ماينكرافت البسيطة مثل قيل صليت في لعبة في التسعينات صدرت لعبة رفعت سقف الجيمبلاي القصصي في الألعاب وهي لعبة متل جير سوليد لأنها قدمت قصة متميزة بشخصياتها وطريقة سردها اللي فيها وأيضاً الجيمبلاي التجسسي ومن بعدها جت ألعاب مستوحام منها مثل لعبة سبلينتر سيل اللي كانت فكرتها مثل العاب متل جير لدرجة هذي السلسلتين اقتصحوا سوق ألعاب التجسس لفترة طويلة وفيه لعبة اسمها غوست ريكون وايلد لاندز أعلنوا عن وجود إضافة بيكون فيها قصة وشخصية خاصة من لعبة سبلينتر سيل وهو البطل سام فيشر وفيها حوار يدور بينه وبين وحده يقول لها أنه كان فيه شخص في الجيش ويلبس باندانا يقصد سوليد سنيك هنا بعدين ردت عليه إيه سمعت أنه تقاعد وبعدها يقول صدق يعني بس باقي أنا بشكل مرة حزين وهذا يبدي احترام كبير من المطورين اتجاه سلسلة متل جير ناكلز وناكلز وناكلز في لعبة دياس اكس مانكاين ديفايدد أوكي هذه يبيلها تركيز شوي في لعبة في سيجا قديمة اسمها سونيك الناكلز تمام؟ فيها شخصية سونيك ومعها شخصية ناكلز بس وجودها في اللعبة تحس أنه ضيف مو شخصية رئيسية وفي فترة الألفينيات انتشرت تعاونات كبيرة من بين الشركات وأحيانا نفس الشركة لكن من عنوين مختلفة لهم مثل لعبة شين ميقامي تنسي كان مكتوب في الغلاف حقها في تشيرينغ دانتي ومن بعدها الناس صارت تطنز في أي تعاون من منطقي في لعبة معينة بعبارة أند ناكلز يعني مثلا نقول لعبة كراش باندي كوت فور أند ناكلز فهمتم الفكرة؟ الفكرة أنها هي ميم طيب في لعبة اسمها دياس اكس مانكاين ديفايدد فكرتها أنها لعبة مغامرات وتجسس وتصويب بالمنظور الأول وفيها مكان بتحصل فيه رف صناديق ألعاب مكتوب عليها ناكلز أند ناكلز أند ناكلز وطبعا واضح أنهم يكسدون الميم المشهور أتمنى هذا الفيديو يعجبكم كان معكم نوف من دغموش يغطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة